اهلا وسهلا بكم متتبعي ومتتبعات قناة انفاس بريس اليوم خرجنا باش نسولوا الساكينة ديال مكناس اشنو هي الرسالة اللي قدروا يوصلوا المرحوم السلطان مولا اسماعيل في حالة ما الى صادفه بالشارع حول الوضع وحول الواقع والحال ديال المدينة مقارنة مع مدن اخرى مثلا انا مشينا الطنجة مشينا المراكش مشينا الدار البيضاء نجد بان المدن كاملة سائرة في طريق التنمية بينما الحال ديال المكناس لا زال على حاله الى بغيتوا تعرفوا الاجوبة ديال هاد الاسئلة هذي خليكم معنا افطة مهمة واساسية بالنسبة لهذا الجيل هذا اللي كنعيشو حنايا كنت لقيته غد نقول له دي رك خليتي كنز ماشي ما خليتيش كنز بالنسبة لهذا المآثير التاريخية اللي هي والتي معطرفة بها اليونسكو والتي عالمية ولكن كان فرق خمسين في المئة كان وزينات معامل وخا ديال وقيتها ما كانش بالنسبة للمطاريان ديالي زوزين وديال المعامل وهذا ولكن كانت العملية دوية كما كان قوله كانت شي ديال ناسيج ديال الزرابي ديال هذا احنا ما كنا نجد ذلك الوقت كو كان فرق خمسين في المئة بالنسبة للمأتير التاريخية وخمسين في المئة بالنسبة للرواش القتصى لهذه المدينة هذي اللي هي مدينة عريقة هي مدينة عريقة تقسير على الصعيد المغربي كل صدق وكل صراحة بالنسبة للمنتخبين ما كيوفيوش بالوعود ديالهم كيتهميش الملاعب الرياضية بالنسبة للشباب ولا الحدائق ولا يشوفوا الشباب شنو خسهم المتطلبة ديالهم كيتهميش شوية بالنسبة للمنتخبين الرئيس اللي يقولون بأن هذه المدينة أخويا موقعت في المستوى لأنها كانت تقولوا لأولو بتي باري ودبا أوليت قرية بهذا المفهم ماشي مدينة هذي اللي في المسؤولين أخويا المسؤولين اللي مادينة الخدمة ديالهم مادينة الخدمة ديالهم بحل الموضوع الأخرى كان موضوع صغير يقع وحسن من الممكنات ممكنها سرابعة مدينة في المغرب ومكلاسيات الكلاسيات راح بحشوهم حتى من المحطة ديال القيطار مدينة سبحان الناس ولا يسمعين مزيان وخدم خدمتهم مزيانة وبنى المدينة ديالهم مزيانة المدينة القادمة وزديدة كل شيء مزيان وأصوار دياله مزيانين بيخير مخيرين مكاين شيء أعتاب عنده اللي هو خيب عنده أعتاب دياله مزيانة مكناسي مزيانة مكناسي مخير ومفزي فيه الفزواب مفازية وهادي يتتتتمشي لها خامة كينصل البحر عندنا مفاجئ وعندنا اللي كاي يقع من بلاصة أو خراب من بعيدها وطيه بقى يقلس هنا تيحاول هنا تيقلس تانقولوا تشيري فيها بلاصة يقول الله مكناسي حسلي من شيء بلاصة السلام عليكم مرحبا بكم مدينة مكناس مدينة الإسماعيلية معروفة من القرن السابع عصر اللي تمنات عن المدينة العتقال لدرب الأشوار والقصر بأنك تشوفوا بأن مدينة مكناس فيها معالم تاريخية مزيانين موفيدين للنزاف للناس اللي مكلهم يجوا يشوفهم يعني كمربط الخير كالساني السواني كالداريح كدوكساة متع الويس الرابع عصر اللي كتشدوه وسالداريح وإنما هذه المدينة كتميز بزاف بالنسبة للسياعة الداخلية اللي كتديك تشوف واحد المعلامة اللي يعني ما كي ناس يعني في الصعيد يعني العالمي ولا في الأفريقي ولا كي توجد واحد السيزن اللي كي يوش يطلوه السيزن القرنة لما القولوه سلحت الحاليا ولكن ده به هات السيزن هذا يعني رمفتوه لأي زائر سوى مغريبة ولا هذي ومفادي بسيزو هات الناس رما تيقلبوهش على أي حاجة في مكناس هذي يقلبوه دي مع السيزن وهات السيزن مهم بسيزو يشوفوه رحقص الناس صفته في الواتساب وفادي التليفونات وكدا وكدا تيقولوه بأنه كانت في المغارات وكدا 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 وفاعلنا هات السيزن هذا دام ببنين تحت الأرض ورعي زائر بغايز يشوفوه مرحبا من مدينة مكناس وهات السيزن هذا ما لقيتو ستسبعيد رافوص المدينة لقيتو أكبر باب في المغرب وأكبر باب منصور العلز لقيتو ستسبع المدينة لقيتو أكبر باب منصور تزيد خمسة دقائق كل أربعة دقائق قاد 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 سيزن تلقى واحد سيزن تلقى أي واحد حارس سيارات مروا هات الباب تتقولوه حب شقارت يقولك هوا هي دور على الإيمان نقولوه أن هات الأسوار زعمي عاودوا يتبنعو والأرض تجدد وشي حدائق بحرك كي عاودوا إصلاح ديارهم باش يبقوا يقلسوا فيهم أنا نقدر نقولوه أن هات الأسوار الإسماعيلية كاملة تهدمت خصومي عاودوا الإصلاح ديالها والجراء ديارهم مرونين خصومي يجيبوا لهم دوك الجار دانية باش يقعدوهم والأرض الزبال لكي يترموا في الأرض مخصومي بقاوية وأخويا شغان قول كريسلتي لمولي إسماعيل غادي نقولو بليرا خليتين واحد لكنز كبير المسؤولين لا يعرفوش يتصلفوا في هذا الشيء هذه المدينة المسكينة غداو كترجع اللور مسكينة غداو كترجع اللور الله ياخد الحق الله ياخد الحق الله ياخد الحق من كل شيء من أي ناحية هذا ضروري الترميم من حق الشراء لدينا الكثير من البلايسزوينين ومآتر تاريخية ولكن المسؤولين لا يتركوا فهمتين لا يتركوا ناحية لا يتركوا الاهتيامة لقد قلت لك الله ياخد الحق وصعافي موسيقى موسيقى موسيقى